قال مسؤول ملف تطعيم لقاح كورونا في محافظة مادبة دكتور محمد الرواحني إن نسبة الإقبال على تلقي لقاحات كورونا ارتفعت مقارنة مع الفترة الماضية وأشار الرواحني أن هذا الإقبال جاء بالتزامن مع ارتفاع نسبة المسجلين من الشباب لتلقي اللقاح في المحافظة وبدورهم أكد مواطنون على الضرورة تلقي اللقاح حماية لأنفسهم وللمجتمع الحمد لله جيت وطعامة مطاوم أسترازينكا العملية كلها ما أخذت أكثر من عشر دقائق كانت سهلة جداً ميسرة وكل اللي موجودين هون لطيفين جداً جداً يعني أنا بشكر وزارة الصحة وبشكر كل القائمين على الموضوع جيت الآن عشر دقائق طعاموني حماية لنفسي ولأهلي ولأولادي وللمجتمع وللأردن كله والله يحميه الأردن شعب ووطن سمعت بشغلة المطعوم هاي والمطعوم يعني بالموخذ آمن والحمد لله رب العالمين أنا أتمنى من كل مواطن أردن عنده انتماء لأهله ولوطنه ولكل شيء يجي يأخذ المطعوم لأنه المطعوم آمن حماية إلو لنفسه ولأهله ولأبيته ولأهله ولكل الموجودين في المجتمع الأردني كله يأتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر